الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد يقول الحق جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لما فرغ سيدنا إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال له رب العزة أذن في الناس يا إبراهيم فقال سيدنا إبراهيم يا رب كيف يصل صوتي إلى جميع الناس فقال له يا إبراهيم أذن وعلي البلاغ فقال سيدنا إبراهيم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته الحرام فحجوا فسمعه كل من كان بين السماء والأرض وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إنها الشعيرة الربانية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تلك الشعيرة وتلك الفريضة التي تجعلك مولودا من جديد إذا أردت أن تولد من جديد وأن تعيش حياة جديدة كأنك قد ولدت الآن فعليك بالحج فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفس ولم يفسق ابتعد عن الفحشاء ابتعد عن السب والشتم والمعاصي والتزم بالإحرام من حج فلم يرفس ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وإذا أردت الغنى في الدنيا والآخرة فعليك بالحج فقد قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والزنوب كما ينفي الكير خبث الحديد انظروا إلى هذا التعبير وإلى هذا التشبيه ينفيان الفقر والذنوب أي الحج والعمرة وإذا أردت الجنة فما عليك إلا أن تتوجه إلى رب البيت الحرام قاصداً رب البيت متوجهاً إليه بكليتك قاصداً فريضة الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولهذا قال الإمام الحسن البصري علامة الحج المبرور أن تعود زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة وإنك عندما تتوجه إلى البيت الحرام وإذا أكرمك الله بفريضة الحج ودخلت إلى عتبات البيت الحرام فاخلعنا عليك وقدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل كما تقول في دخولك إلى المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا وقع نظرك على الكعبة المشرفة وأكرمك الله برؤيتها وسالت الدموع من عينيك فقل هذا الدعاء اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً ومهابة وزد من زاره ممن حجه أو اعتمره تكريماً وتعظيماً وتشريفاً وبراً ومهابة اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا يا ربنا بالسلام عندها تستشعر بالسكينة والطمأنينة وتشعر بأنك كالطفل الذي يلوز إلى أحضان أمه إنه البيت الحرام إنه البيت الذي قال الله عنه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فاللهم ارزقنا زيارته وارزقنا حج بيتك الحرام ووفقنا لما تحبه وترضاه واحفظ مصر من كل سوء واجعلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة